موسيقى تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في هذا الصباح ومع تحديات سن الكبار سن الإبداع والإبهار سن الحول ومن مسافة الثمانية كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن وهي الرحلة المصاحبة لأحداث ووقاع هذا الشوض من تحديات وانطلاقات هذا المهرجان مهرجان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أهل سعود طيب الله ثرى واسكنه فسيحة جناته نذهب إلى مقدمة الشوض وإلى المركز الأول إلى البداية وإلى القيادة وإلى مقدمة هذا الشوض مغيظة مع المركز الأول بشعار حشاش بن عدال بن زعاج الشمري مع المركز الأول ومع بداية الشوض المركز الثاني القادمة الهبوب منصور بن محمد بن منصور الهاجري من يحتل المركز الثاني المركز الثالث بروق محمد بن سلطان بن مرخان الاكتباء قادم مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع الانطلاق والتقدم من قبل شعار سعيد بن محسن بن مسري الهاملي من خلال تقدم نحن مع المركز الرابع المركز الخامس خامس المراكز وخامس التحديات وتابع الأسماء القادمة والشعارات المندفعة والباحثة عن الفوز القادمة حدث أحمد بن علي بن سلطان السبوسي من يحتل المركز الخامس من خلال تقدم حدث واندفاعها مع خامس المراكز وخامس التحديات تصل حدث بشعار أحمد بن علي بن سلطان السبوسي مع المركز الخامس المركز السادس وتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات القادمة بكل قوة والمتقدمة مع المركز السابع هذه اللي وصلت الشاهنية مبارك بن محمد بن سري الهاملي وإيضا القادمة القادمة في هذه اللحظات والمتقدمة مكيدة نسلم بن أحمد بن حمد المجروعي مع ثامن المركز المركز التاسع تصل في هذه اللحظات راهية خليفة بن سلطان الخليفة بالرشيد السويدي المركز العاشر القادمة في هذه اللحظات راشد بن أحمد بن حارب المهيري مع المركز العاشر يقدم لنا تغطية وانطلاقها مع عاشر المركز نعود إلى بداية الشوط إلى بداية هذا الشوط وإلى المركز الأول بعد اكتمال النداء للمراكز العاشر المتقدمة المراكز الأهم والأبرز والأفطر في هذا الشوط أعود إلى بداية الشوط إلى بروق مع المركز الأول من تتقدم في هذه اللحظات تنطلق مع أول المراكز وأول الشعارات المتقدمة والمنطلقة والباحثة عن النوماس هنا بروق بشعار بن مرخان حمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يقدم بروق مع المركز الأول ومع الصدارة تنتفع تندفع مع أول الأسماء المركز الثاني القادم في هذه اللحظات هنا سعيد بن محسن بن مسر الهاملي مع اندفاع معنا ومع المركز الثاني يقدم لنا هذا الشعار وهذا الاندفاع القوي مع المركز الثاني هذه محنة بشعار الهاملي تحتل المركز الثاني لتقدم لنا هذا الشعار المميز والمتقدم والباحث عن الفوز والنقطة الثمينة في صباح هذا اليوم المركز الثالث ثالث المراكز ثالث التحديات وتابع القدوم وتابع الوصول في هذه اللحظات من مغيظة حشاش بن عدال الدحلان الشمري هو المتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث ولكن الوصول والتقدم في هذه اللحظات والوصول والانطلاق من قبل هذا الشعار الهبوب لمنصور بن محمد بن منصور الهاجري مع المركز الرابع تقدم إلى المركز الثالث المركز الخامس القادم سلم بن أحمد بن حمد المزروحي وسادس المراكز سادس التحديات القادمة الشاهنية خالد بن حمد بن راشس بن عبدالله النعيمي هو المتقدم في هذه اللحظات من خلال تقدم الشاهنية وأيضا القادمة مع سادس المراكز حدث أحمد بن علي بن سلطان السبوسي من يحتل المركز السادس وسابع المراكز تصل في هذه اللحظات القادمة اسهيل بن أحمد من دري الفلاحي وأيضا الوصول أيضا القدوم في هذه اللحظات من قبل تغطية من تصل في هذه اللحظات لراشد بن أحمد بن حارب الأمهيري نعود إلى بداية الشوط إلى المركز الأول إلى بروق بشعار بن مرخان بروق مع بداية الشوط ومع المركز الأول تتقدم مع القيادة والريادة والصدارة هي المتقدمة والمتزاعمة مع المركز الأول بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي قادم مع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول هي تقدم مع الصدارة ليقدم شعاره الصعب مع أول المراكز ومع الصدارة المركز الثاني محنة محنة مع المركز الثاني سعيد بن محسن بن أمسنري الهامري يحتل المركز الثاني يقدم لنا اندفاع محنة مع المركز الثاني في مركز الوصافة المركز الثالث القادم أمكيدا مسلم بن أحمد بن حمد المزروعي مع ثالث المراكز والمركز الرابع القادم في هذه اللحظات خالد بن حمد فراشد بن عبدالله النعيمي يقدم الشاهنية ولكن القادمة مع المركز الخامس القادمة أسحيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا القادمة وهذا الاسم المميز الذي بدأ بالقدوم هو اللحاق والوصول للمعركة الأمامية ليتقدم شعار بن دري مع المركز الخامس ولكن التي وصلت في هذه اللحظات رمز سيف بن مطر بن محمد بن مطر بالضبيع هو المتقدم في هذه اللحظات وأيضا وصلت في هذه اللحظات أم طيلة لحمد بن خزع العثة الهركي العامري يصل مع سادس الأسماء أعود إلى الصدارة إلى المعركة الأمامية إلى بروق بن مرخان هي المتصدرة والمنطلقة مع أول المراكز وأول الشعارات الباحثة عن الناموس الباحثة عن الفوز والانتصار تتقدم بروق بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الأكتب يا سلام يا سلام يا بروق مع البداية مع الصدارة مع القيادة تتقدم إلى هذه اللحظات مع صدارة هذا الشوق المركز الثاني مكيدة تقدمت مكيدة لتصل إلى المركز الثاني بشعارك المزروعي مسلم بن أحمد بن حمد المزروعي قادم مع ثاني المراكز ولكن راقبوا شعار بالضبيع من تقدم في هذه اللحظات من المركز الخامس حتى المركز الثالث هذه رمز سيف بن مطر بن محمد بن مطر بالضبيع ولكتب قادم مع المركز الثالث المركز الرابع معنا وصل في هذه اللحظات سعيد بن محسن بن أمسنري الهاملي والمركز الخامس هذه القادمة بشعار بن دري سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم القادمة مع خامس المراكز وخامس التحديات العودة إلى البداية العودة إلى الصدارة إلى شعار بن مرخان الإمام الأمان بروق 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 مع البداية بروق مع الصدارة ولكن أمكيدة أمكيدة قادمة بكل قوة الله 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 على هذه الشعارات على هذه النجومية الرائعة مع بداية الشوق الله 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 بروق لازالت على الصدارة بروق على الصدارة بروق على المقدمة حمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الإكتب قايدا لمسيرة هذا الشوق يقدم بروق وانطلاقاتها مع البداية المركز الثاني أمكيدة أمسلم بن أحمد بن حمد المزروعي بالضبع قادم مع رمز سيف بن مطر بن محمد بالضبيعة الإكتب محنا رابعا وصل في هذه اللحظات وتقدم أسهيل شعيد بن محسن بن مسري العاملي المركز الخامس وصل أشعار بن دري يقدم القادمة أسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي أعود إلى البداية أعود إلى الصدارة الله 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 بروق 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 مع الصدارة مع البداية مع المركز الأول ولكن أمكيدة 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 تسللت إلى البداية وتقدمت إلى المركز الأول وانطلقت بكل موتية من قوة أمسلم بن أحمد بن حمد المزروعي المزروعي غير في اللحظات الأخيرة ليقدم أمكيدة مع المركز الأول ومع البداية مع الصدارة والقيادة ولكن بن مرخان بن مرخان ما من أمان بروق مع المركز الثاني بروق قادمة مع المركز الثاني رمز تحتل المركز الثالث مع بضبيعة والقادمة بشعر بدري مع المركز الرابع ولكن نعود نعود إلى أمكيدة 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 الله الله يمكيدة تتقدم مع البداية تتقدم مع الصدارة الله الله يمكيدة بمتابعة علي بن محمد راعي راعي العوية الجحافي يا سلام الله 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 يا مكيدة روح يا الجحافي روح روح مع الانتصار مع النماسي ثمين مكيدة روحت مكيدة أقلعت ما شاء الله تبرك الله هذه مكيدة مسلم بن أحمد بن حمد المجروعي روح بالنماسي والانتصار تهانينا والنماس لمالك مكيدة على هذا الفوز تهانينا لمسلم بن أحمد بن حمد على هذا الفوز تهانينا أيضا للمتابع لهذا الشعار علي بن حمد الجحافي راعي العولى هو المتابع لهذا الشعار المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات ضروق مع المركز الثاني بشعارك يا بن مرخان محمد بن سلطان بن مرخان المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات رمز سيف بن مطر بن محمد بالضبيع المركز الرابع المركز الرابع وصلت القادمة سهيل بن أحمد بن دريل فلاحي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات سعيد بن محمد الخالص العامري مع اسرار إذن التهاني والنماس لمالك مكيدا على هذا الفوز تهانينا لمسلم بن أحمد بن حمد المزروحي على هذا الانتصار المميز وعلى فوز مكيدا بالمركز الأول وتوقيت مكيدا صاحبة المركز الأول في هذا الشوط من قدمت لنا العرض الرائع والأكثر من رائع والمعتاد من قبل هذا الشعار شعار المزروحي من قدم لنا النجومية الرائعة مع الأمتار الأخيرة ليظهر بناموس شيق وممتع مع هذا الشوط تهانينا والنماس لمالك مكيدا مسلم بن أحمد بن حمد المزروحي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار التوقيت الزمني 12 دقيقة 44 جزء واحد من الثاني المركز الثاني وصلت بروق محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي وتوقيتها الزمني توقيت بروق صاحبة المركز الثاني 12 دقيقة 47 جزء واحد من الثاني المركز الثالث وصل مع ثالث المراكز المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحديات وصلت لشعار بطبيعة رمز سيف المطر الاكتبي من عشر دقيقة واحد وخمسين ثانية ثلاث اجزاء من الثانية تهانينا والنماس بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدين متابعين الكلام تهانينا والنماس لكل الفايزين في الأشواط التي مضت شوط الختام شوط الوداع ينطلق في هذه اللحظات لسن الكبار سن الحيل لمسافة الثمانية كيلو مترات موسيقى